في موضوع آخر ومثل ما هو ظاهر في شريط يحدث الآن تلقى وزير وشؤون الخارجية صبري بوقدوم صبيحة اليوم الأربعة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب لليبيا عبد الحميد بيبة وجاء في تغريدة لصبري بوقدوم على حسابه عبر تويتر قال فيها سررت باتصال أخي عبد الحميد بيبة رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا وأكد صبري بوقدوم لرئيس الوزراء الليبي استعداد الجزائر للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وشدد وزير وشؤون الخارجية الجزائري على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافذ لجميع أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية